كيف نحصل على شريحة إلكترونية اسم كارد حتى نستخدم الإنترنت أثناء السفر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم رح نتكلم عن تطبيق يعطينا شريحة إلكترونية وإنترنت للبلد اللي مسافرين له لما نسجل بالتطبيق رح تظهر لنا شاشة المتجر وفيها الباقات المحلية وفيها البلدان الأكثر شيوعا لشراء باقات الإنترنت بحسب موقعك الجغرافي وعندنا الباقات الإقليمية ممكن نختار منها بحسب القارة أو ممكن نختار من الباقة العالمية حتى نحصل على مدة صلاحية أعلى وبيانات أكثر وممكن نبحث عن بلد معين من خلال كتابة البلد في خانة البحث اللي لاحظت أغلب الوجهات السياحية والدول متوفرة في هذا التطبيق طيب أنا رح أجرب حاليا أشتري باقة إنترنت من مملكة البحرين وأنا باقي لسه بالسعودية رح أختار البلد ورح تظهر لي الباقات المتوفرة في التطبيق رح أختار الباقة الثانية ثلاثة قيقة إنترنت صلاحيتها لمدة شهر تقريبا بـ 12 دولار يعني نقدر نقول 47 ريال سعودي طبعا لو خلصت الباقة أقدر أعيد شحن الباقة من خلال الباقات المتوفرة في التطبيق رح أضغط على شراء الآن نوافق على هذه الخيارين وبعدها نضغط على خيار الدفع حاليا تم الدفع ورح يوصلنا إيميل من التطبيق بنوع الباقة وباقي التفاصيل للشريحة رح نضغط على الانتقال إلى تفاصيل الإيسم كارت ومن هنا نعرف باقي التفاصيل ومعدل الاستهلاك للباقة وحالتها طيب رح نضغط على تثبيت إيسم وهنا يعطينا تعليمات للتثبيت من هنا نقدر نثبت الشريحة بشكل مباشر على الجوال ويعطينا تعليمات عن اسم الشركة إنها شركة زين والشريحة تدعم الجيل الخامس وغيرها من التعليمات ونقدر نضيف الشريحة من خلال رمز الـ QR Code حتى نقراه من جوال ثاني ونثبت الشريحة على جوال مختلف عن الجوال اللي جالسين نستخدمه ومن خلال الخيار الثالث ممكن نثبتها بشكل يدوي أنا رح أختار التثبيت المباشر على جوالي ورح أضغط على تثبيت إيسم نضغط على متابعة حتى يتم تنشيط الشريحة الإلكترونية على الجهاز وهذه تاخذ وقت تقريباً أخذت عندي ثلاث دقائق ونضغط على متابعة هنا رح أختار رقمي الأساسي لاستقبال المكالمات والرسائل ونضغط على متابعة وهنا نضغط على متابعة نختار باقة الإنترنت ونحدد الشريحة الثانوية اللي هي شريحتنا الإلكترونية الجديدة اللي بنستخدمها للإنترنت أثناء السفر بعدها نضغط على متابعة بكذا تم تثبيت الشريحة الإلكترونية بشكل صحيح على الجهاز لو حبينا نشغل الشريحة الإلكترونية الجديدة رح نضغط على الإعدادات ونختار خلوي وراح نختار الشريحة الجديدة نقدر نعيد تسميتها حتى نقدر نميزها عن الشرائح اللي عندنا فمثلا رح أسميها البحرين وأضغط على تم الحين أرجع وأضغط على تشغيل الخط وبكذا تشتغل معي الشريحة الإلكترونية الجديدة وبمجرد أسافر لمملكة البحرين رح يتم تغيير اسم الشبكة إلى شبكة زين بالبحرين ويكون عندي إنترنت هذا كان موضوع حلقتنا اليوم أتمنى أكون وفقت في شرح هذا التطبيق لا تحرمون دعمكم باللايك ومشاركة المقطع والاشتراك بالقناة حتى يوصلكم كل جديد بإذن الله